أهلا بيكم مرة تانية وبنبدأ معاكو كالعادة بفقرة الصحافة وبنتابع فيها أهم معنوين الأخبار في صحف النهاردة 4 فبراير 2012 معنا أستاذ عادل سنهوري مدير تحرير اليوم السابع صباح خير صباح الخير وصباح كل مشاهدين أهلا بحضرتك أهم الأخبار موجودة النهاردة في الصحف من الشروق الصفحة الأولى رجال جمال مبارك دبروا مجزرة بور سعيد الأهرام الميداني يعلن العصيان والعدالة تطارد القتلة المصري اليوم حرب شوارع دموية الأهرام التحفظ على غرفة التحكم وكاميرات أستاذ بور سعيد المصري اليوم مرسل الفضائيات أحداث بور سعيد مؤامرة والدليل تحصيم الكاميرات وإطفاء الأنوار الشروق شهود عين للجنة تقصي الحقائق بالشعب الدخلية مسؤولة عن الأحداث وتورط قيادات بالوطني المنحل الشروق نجوم الرياضة والفن يعزون الأهالي والجوزية تبرع بتلتمية خمسة وسبعين ألف جنيه لأسر الضحايا المصري اليوم آخر خبر معنا البنك الدولي يبحث تقديم كارد إمتو مليار دولار لمصر يعني كل الأخبار واضح أن هي على مؤامرة بور سعيد لأنه ده الحدث بالفعل قدام سيناريو متكرر تانين مرة الرابعة أو الخمسة يعني إحنا ستة وصلنا لسادس مؤامرة لأنه بالفعل من ساعة ما قامت الثورة وأعتقد أنه دائما الثورات ما تبعث بالأمل عند الناس في أحداث تغيير ولكن أعتقد الفطرة اللي فاتت كلها على مدار عام أنه كل شوية أنه نطلع من حدث ندخل في حدث تاني وللأسف في النهاية بينتهي الحدث بدون التوصم إلى الفعل الحقيقي أو الجناء الحقيقي وهذا هو ما يسبب حالة الاحتقان حالة التوتر حالة الالتهام في الشارع المصري يعني أنا أعتقد على مدار العام الماضي كل ما يحصل حدث دائما بنرجع أسبابه إلى الطرف الثالث أو اللاهو الخفي أو 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 في كل مرة وفي كل مرة بتشكل لجنة تقص حقائق دون أن نعرف ما هي النتائج التوصية اللي هي هذه اللجنة من هم الأشخاص المتورطون ومن الجهات المتورطة أو من الجاني بشكلها وتحديد شخصية الجاني حتى على الأقل أنه يعني نحس أن الدماء التي تراق في كل مرة لها ثمن ولا تذهب بدون ثمن يعني لأنه كل مرة أنه بالفعل نفاجئ أشرات الضحايا من الأبرياء بيراق دمها في اشتباكات دائما نقول أنه ده الطرف الثالث وفي النهاية بنرجع ما يكونش لها أي ثمن أو قصاص بالمعنى الديني ما نوصلش النتيجة يعني أعتقد أنه أحداث برسعية خلينا نتكلم يعني كل الشواهد وكل روايات شهود العيان بتؤكد أن هي مدبرة يعني أعتقد أنه كان لها إرخاصات وكان لها مؤشرات سابقة المارش بتقول أنه هناك شيء ما سيحدث يعني إحنا عارفين العلاقة المتوترة أصلاً ما بين جمهورين الناديين على مدار سنوات ماضية فما بالنه كان بتحصل اشتباكات يعني نعم بتحصل اشتباكات سواء اللفظية بتبادل الشتام داخل المباراة أو خارج المباراة بتحصل دائماً معارك معارك بس لكنها كانت لا تصل إلى درجة القتل بالدام بارد يعني فأنا أعتقد أننا كنا شايفين أنه ده يعني مؤشر واضح أنه هيحصل حاجة أول مرة في ظل حالة كمان نقول الضعف الأمني واتخاذه الأمني فبالتالي كان متوقع أن يحصل شيء خلينا نمشي خطوة يعني من البداية فعلاً قبل المباراة بتلك تيام كان متشر على صفحات الفيسبوك وعلى تويتر هل من المنطقه المعقول أنه كل الرجال يعني كل الناس عارفة أنه هيحصل حاجة وأنه الجهات المعنية جهات الأمنية المعنية سواء الجيش اللي هو بيقوم بيضارة البلاد الآن أو الشرطة أو الأجهزة التنفيذية ما يكونش وصلها للخبر ده برضو غير منطقة لكن يعني فبالتالي أنه يعني اللي إحنا شفناه أنه كانت ناس نازلة يعني حوالي عشرين تاتين واحد نازلين يبركوا بالنتيجة والباقي عارف طريقه تماماً يعني كل الشهود قالوا أنه الأبواب اللي تفتحت فيه ناس ما تفتشتش فيه توسات جات قبل المباراة الأحداث اللي ما بين الشيطين كانت كفيلة بينهاء المباراة زي ما حصل مباراة الزمالك والسماعيل اللي كانت بعدها يعني كل الأحداث أو كل اللي كان بيحصلها في الأستاذ كان بيؤشر أنه في مجزرة هتحصل بس ما كانش أحد المتصدر تصل لهذا السوق إنما في النهاية ده كان ضروري جداً أنه تتخذ قرار ما بين الشيطين بين هذه المباراة أو على الأقل قبل المباراة أن هذه المباراة نتلعب لكن إنه كان هناك التحذيرات فبالتالي أنا لا أعفى أي مسؤولية من اللي وصلهم هذه التحذيرات ولما اتخذوا قرار لاعفهم مسؤولية سواء المسؤولية السياسية أو المسؤولية الجنائية أو مسؤولية التخاذ والتواطئ في وقوع هذه الحادثة أنت بس أل حضرتك برضو لو بنكلم عن المسؤولين أو الحضرتك بتوجه لهم لتهم دلوقتي نتكلم على الدخلية ولا على التحاد الانتكورة أنا بتكلم في مسؤولية سياسية لا في مسؤولية سياسية المجلس العسكري يعني أنا أعتقد أنه الجيش كان إذا كان إحنا يعني خلاص في إصرار أو تصميم أنه هذه المباراة أنها عليها أن تقام فبالتالي أنا أجل بتأملها بشكل بتحت شراف الجيش لأنه الجيش كان فيه مباراة تانية موجود وأعتقد أنه يعني رد فعل الجميل لدى الجيش أعتقد بيكون أعلى من الشرطة الكتير لأنه ما فيه عدم ثقة فيه تجرع على هيبة الشرطة الشرطة برضو فيه عدم ثقة لديها بتخاف من احتكاك بالجميل لكن وجود الجيش أعتقد أنه يكون عامل رد وعمل حسم أكتر قادر المسؤولية السياسية أنا أعتقد المسؤولية بعد ذلك على وزارة الداخلية على المحافظ على مدير الأمن على اتحاد الكورة اللي برضو مصر يعني تونس في خلال العام اللي فاتت لما رجعت الدورة رجعته بدون جمهور وده كان قراره كل التزم به علشان ذلك علشان كده ما حصلش أي احتكاكات فبالتالي أنه كان مفروض أنه فيه قرار مدام احنا عايزين الدورة العام يشتغل أنه اشتغل بدون جمهور إلى حين الاستقرار إلى حين انتهاء من المرحلة الانتقالية على الأقل وبعد ذلك نبحث اتحاد الكورة على المسؤولية برضو أنه مسألة أنه ما فيش قرارات راضعة في مملاءة لبعض الاندية القرارات لا تنفذ يعني السماح للجمهور باستخدام الشماريخ يعني قرار بمنع الشماريخ ثم بعد ذلك أنه السماح بالشماريخ داخل مدرجات كل ذلك كل هذه الأطراف مسؤولة ودماء الـ 76 أو الـ 74 اللي راحوا راحوا ضحية الأحداث كلها أعتقد في عنق هذه الجهات وعليهم بالفعل أنه كل هناك عدالة نجزة أنه تم بالفعل قصاص عادل من من اللي تسببوا في المسبحة من هؤلاء القطر كل لازم يتحاسب ولكن مسألة أن نكون فعلة نتقصح حقائق ونخش تاني في أوراق وما فعلنش سادة حيزيد درجة الاحتقان أكتر ويعني أعتقد اللي حصل إن بارح الداخلية ده يعني بيقول يعني بنسألة لو استمرت أكتر من كده هيبقى فيه سيناريو فوضى أكثر أكثر بشاعة من ذلك يعني ويعني بقى عندنا دلوقت سيع عدد كبير جدا من لجان تقصير حقائق اللي ما وصلناش نعيهم لأي حقائق لكن يعني خلينا احنا واضح إن اللحداث كلها يعني مختبطة بارح طبعا حضرتك أعتقد يعني سمعت بالليل أو وصل لك الرسالة اللي بتقول إن تم أبدع على عدد من المتهمين المتورطين في حادث بورسعيد وإن هم اعترفوا بشكل أو بآخر إن لهم صلة يعني قيادات الحزب الوطني منحلة بالتأكيد وعلى طبعا رأسهم جمال مبارك يعني بصي يعني أنا عايز أقول لك يعني إحنا ما زالنا بتتكلم على أطراف داخلية ما زالت يعني تقاتل ما زالت تجاهد للانقضاء على هذه الثورة ما زالت ما زالت بالفعل تخطط وتدبر في ظل حالة الضعف اللي تعيش فيها الدولة الآن ولكن هو العيب ليس عيب هؤلاء لأنه في النهاية دول لهم مصالح لهم نفوذ من مصلحاتهم من البلد لا تستقر فبالتالي ولكن علينا أن نسأل طب ولماذا لا تتم المواجهة ولماذا لا تتم لحاقة هؤلاء ولماذا لا تكون هناك عدلة ناجزة وعدلة سريعة في محاكمات لأن كل هذه علامات استفهام حتى الآن لما تم الإجابة عليها لأن تعالي لو احنا كده يعني رصبنا كل الوقاع اللي حصلت في الخمس أيام لماذا تحديدا هذه الأحداث وقعت بعد يعني حدثين مهمين جدا الحدث الأول أنه وزارة الداخلية بدأت تستعيد تستعيد بعض منها منها يباتها في الأيام اللي فاتت بعد تولي اللي هو محمد إبراهيم وأعتقد أنه كان هناك مجهودات ملموسة أي نعم ما كانتش نمتكن بالدرجة الكافية التي احنا نتمنها صحيح بس تحسين أبرجاني لأنه موجودين في الشعب الحاجة الحاجة التانية بعد مجل الشعب تحديدا ليه يعني ليه بعد ما أصبح هناك أول مؤسسة تشريعية أو أول مؤسسة من مؤسسة الدولة يتم بنها بعد انتخابات حرة دي كل هذا التزامن بين كل هذه الأحداث وعندما فشت أحداث السطر أو السرقة أو الخطف اتجهنا إلى أمور أخرى لأنه أنا وجد نظري أن هذه الأحداث اللي حصلت كلها أحداث يعني نعم مخططة ولكنها أحداث عشوائية لهوة لمأجورين لمدفوعين بدليل أنه تم القبض عليهم بشكل سريع أو الكشف عن هويتهم ولكن يعني المسألة يعني برضو لازم نحطها في إطارها الصحية أن هناك من يدبر ومن يخطط مازال هناك الطرف التالي لكن أعتقد بقى يعني إحنا بعد ثلاث أربع أحداث أو أكتر من أحداث السصول لإنبابة لمحمد محمود لمجلس الوزراء لمسبيرو ثم الأحداث الأخيرة في مسباحة بورسعين يعني أعتقد المسألة يعني كفاية بقى الطرف الثالث معروف اللهو الخفي ما أصبحش خفي بدليل أنه في النهاية إذا أنت قادرت أنه نأمن انتخابات في كل نجوع وقرى مصر أنا مش قادر مش قادر وشكورة ومش قادر شوف يعني هو الطرف واللهو الخفي وكل كان كتب في هذه المسألة وإحنا كتبنا في هذه المسألة وكل كان ملاحظ لماذا اختفى وكل التساؤلات ليه يختفى اللهو الخفي والطرف الثالث في آمن انتخابات وليه بيظهر في أحداث معينة وليه بيظهر في توقيطات معينة يعني كل ده التساؤلات مع وجود بقى برلمان جديد ممكن فعلا نشوف نتاج للتحيات دي سريعة يعني أنا أعتقد ده دور يعني مجلس الشعب جاء بإرادة حرة بغض النظر عن التمثيل النسبة داخل برلمان لكن جاء بإرادة الشعب 18 مليون صوته لطيار معين فبالتالي أنه مجلس الشعب علي أن يمارس سلطاته ودوره الحقيقي في الرقابة وفي التشغيع يعني أنا في النهاية أنه دلوقتي أنه عليم مسئولية كبيرة جدا أنه هو المؤسسة الوحيدة الموجودة دلوقتي بانتخابات حرة يعني فأنا أعتقد ده عليم مسئولية بالفعل في كشف كل هذه الحقابة لانتزاع مسئوليته أنا من وجهة نظري ومحاسبة كل الأطراف المطورطة يعني حتى لو كان حتى المجلس العسكري لأنه في النهاية ده مجلس تشريعي مجلس رقابي جاء بإرادة حرة فعليه أنه بالفعل دلوقتي يمارس صلاحياته وسلطاته ودوره حتى على أقل علشان ما يخيبش ظن الناس فيه أو يعني أنه ما يبدأش الثقة اللي أعطاها الناس له في سندوق الانتخاب تضع فأعتقد دي مسئولية كبيرة جدا عليه أنه هو بالفعل يعني ينتهي سريعا من التحقيقات من لجهة تغسر الحقائق عليها أنه بالفعل أنه يدفع فيه اتجاه أن يكون هناك قضاء سريع جدا وناجز لتحقيق العدالة ليه على الأقل ليه إعطاء الثقة للناس في أنه هناك يعني فيه تغيير حدث بعد انتخاب مجلس شعب أنه ما يكونش أنه ده رصيد إضافي لاتخازل في إعلان نتائج التحقيقات في الأحداث المضايقين يعني الاعتصام في مدان التحرير يعني عمره ما حينفض هذه المرة إلا بعد ما يبقى فيه قصاص ويبقى فيه عدالة ويبقى يعني خلاص يعني ده يمكن احنا بالتأكيد يعني زي بقول مدان يعني العسيان والعدالة تطارد القتلة يعني احنا في النهاية ده احنا كل ده بنتكلم دلوقتي لرصد حالة آنية لكن احنا كل ده بديقول أنه ده نتاج واضح أنه نتاج معذق سياسي يعني احنا في النهاية ده إذا كان ده في التحليل وفي الرصد أو التشخيص لما أحدث الآن اللي هو تراكم لأحداث سابقة لكن في النهاية علينا أنه يبقى فيه إطلالة أكتر يعني فيه هناك معذق سياسي يعني هناك ما هناك مطالب وبالتالي أنه عدم الإسراع في تحقيق هذه المطالب هو الذي يؤدي إلى الاحتقان هو الذي يؤدي إلى مزيد من التوترات إلى مزيد من وقوع الأحداث اللي في النهاية أنه الشارع أنه بتتهي فيه كل الأطراف بمسؤوليتها عن أي حدث فبالتالي فيه يعني أعتقد أنه معذق سياسي علينا أنه ننتهي منه سريعا علينا أنه ننتهي من المرحلة الانتقالية دي بشكل سريع الانتقال السريع للسلطة الاعداد الدستور بالتزامن مع انتخابات الرئاسة أنا أعتقد أنه كل ده ممكن يخرجنا من المعذق الحقيقي الذي نعيش فيه الآن لأنه طول ما احنا في النهاية ما زلنا بنتكلم ما زلنا بالطالبة وفيش أي استجابة أعتقد أنه احنا هندي فرصة سواء الطرف الثالث أو اللهو الخفي زي ما بيقولوا لأنه يمارس ويته يعني بس ملحوظة أنه إذا كان الأهلاو المبارع قال إنه إحنا مش موجودين عند مزرح الداخل إذا كان المتظاهرين طلعوا وقالوا لا إحنا ما بنتمارس أي أعمال الشهر طب مين اللي بنتمارس أعمال الشهر؟ يعني نفس الصبية ونفس الأشكال بتظهر في كل مرة اللي ظهرت في محمد محمود وأحداث مجلس الوزر وحرق المجمع العلمي نفس الحكاية ظهروا برضو في أحداث يعني نحن محتاجين يعني بالفعل يبقى هناك مسئولية تقع على على عاتق المتظاهرين علينا أن نحن مرحلة تدوء إحنا محتاجين بالفعل حوار لأنه الحوار منقطع تماما كلهم في في اتجاه مفيش أصوات بتوصل لأن نستمع بعضنا البعض للآخر يعني محتاجة دلوقتي إحنا بالفعل محتاجين حوار حقيقة وتحديد المطالب لأنه في النهاية الشارع في وادي المجلس الاسكاري في وادي القوى السياسية والقوى الحزبية في وادي في وادي آخر وليست هناك يعني طاولة حوار الكل يتحدث ويحدد المطالب الآن يعني يعني حتى يتم تسليم الصلاة يعني حالك بتدوم صوتك لمن يدعو للهدوء وعدم تصعيد الموقف بالتأكيد ليست المصلحة يعني خلينا برضو عشان ما نقولش إن الاشتباكات دي غير مبررة الناس زهد الناس جربت مرة واثنين وثلاثة واستنت العدالة تطبق وما حصل لكش أي حاجة يعني فيه مطالب اصدقوا بالقصاص وما حصلش أي حاجة بس يعني يعني فيه مثل كان هناك فيه دلوقتي أصبحت مبررة أكتر بالضبط يعني مسألة الهدوء لكن هذا الهدوء لازم يتزامن معاه أو يتطلب إنه على الأقل تحقيق كل المطالب التكلمين فيه عدالة يعني المحاكمات اللي تجرب الشكل ده هناك طباطق في المحاكمات يعني نحن نعيش في ثورة والثورة دايماً زي بنقول كل ثورة في العالم كان لها أدواتها ولا ألياتها في المحاكمات يعني أيا كان هناك بلاش نقول محاكم الثورية بعد ممكن تحفظ على كده لكن بنقول محاكم الخاصة ومحاكم السسنية ولو حسب من تسبب في في إفساد وإفقار هذا الشعب لمدارة 30 سنة حسبه على أراضي وحسبه على 8 مليار واثنين مليار مسألة يكون هناك محاكم السسنية أو محاكم خاصة يعني هدفها تحقيق العدالة هدفها تسريع تسريع العدالة هدفها القصاص لما تسبب في الإفساد السياسة والإفساد الاقتصادي والإفساد الاجتماعي يعني لا أنا لا أحاسب يعني شخص على قتل واحد أو اثنين أو نستولى على الأراضي أو استولى على شو أو على آخره أنا بتكلم على محاكمة سياسية زي كل الثورات عملت من قبل محاكمة ثورية هي مش غلط تماماً إذا كان هناك مطلب بالفعل إنه يتم المحاكمة العدلة والمحاكمة النجزة فلماذا لا يتم ذلك إذا كان هناك اتهام مباشر لسجن ثورة بأنه لازل يدبر فلماذا يتم اتخاذ تدبير تدبير يعني أقصى شدة يعني في مثل هذه الأوقات يعني يعني كل ذلك علامات استفهام ما زالت حتى الآن نحن نفسنا بنتراوح وازالنا بنبحث عن إجابت وإن كنا يعني طول الوقت بنطلب الحوار لازم يكون يكون في حوار بين الثوار وبين الدخلية وبين الثوار وبين الحكام يعني لحد النهاردة أعتقد المجلس العسكري ما طلبش بالحوار يعني بالتأكيد إحنا يعجب يكون في حوار لازم يكون فيه دول يعني بعد السنة عملينه قارئ حتى الآن بتونس يعني يعني تونس هذا البلد الصغير إنه بالفعل المكرنة مش في صالحنا تماماً المكرنة يعني ما زلنا إحنا بنعيد نفس السيناريو أستاذ عادر السنهوري مدير تحرير اليوم السابعة بشكر حضرتك شكراً معي كل سيان طايبين إحنا أنسينا بكرة وحضرتك طايب مولد النبي بشكر حضرتك مشاهدينا استنونا اللي سمعانا فكراتك كتير جداً بس بعد الفاصل